بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم اليوم ان شاء الله عن موضوع من اهم الموضوعات اللي بتخص المهندسين والفنيين او اي حد عموما بيتعامل مع الرسومات الهندسية وهو موضوع الفيرست انجل والثيرد انجل بروجيكشن طبعا لان الموضوع مهم جدا فعلى طول هتلاقي فيه اي رسمة هندسية جاية لك من اي مكتب استشاري او من اي شركة في اي مكان في العالم لازم يحدد لك فيها نوع البروجيكشن هنا فمثلا اللوحة دي هتلاقيه بيقولك انها مرسومة بنظام الثيرد انجل بروجيكشن وعلشان يوضح لك اكتر ايه هو الثيرد انجل بروجيكشن هتلاقيه بيرسم لك رسمة زي الرسمة اللي احنا شايفينها دي هنفهمها ان شاء الله الرسمة دي بالتفصيل وهنتعرف على الفيرست انجل والثيرد انجل وايه الفروق اللي بينهم وليه بالزاد فيه فيرست انجل وفيه ثيرد انجل ومافيش ساكند انجل مثلا وما فيش فورث انجل فده كله ان شاء الله هنتعرف عليه بالتفصيل من خلال الفيديو ده في البداية احنا بنتكلم على الاسقاط او البروجيكشن فالاسقاط بيعرفني مكان نقطة معينة في سواء الفراغ او في البلين فمثلا لو انا عندي نقطة زي دي كده وعايز اعرف مكانها بعمل نظام محاور قد المحورين مثلا اكس وواي ودي دي نقطة الوريجين وبعدين بعمل حاجة اسمها او اسقاط عمودي ان انا ببص من الاتجاه ده الاتجاه ده ممكن نسميه اتجاه الفرونت فبسقط مجموعة من الاشعة اللي هي المتوازية فمثلا هنا نقطة النقطة هيكفي بس شعاع واحد علشان يحدد لي مكانها فقادي الشعاع ده بسقط شعاع بيمر بالنقطة وعمودي على محور واي هيسقط الشعاع ده على محور واي وهيحدد لي قيمة الواي للنقطة دي نفس الحكاية برضو هبص كده من فوق من الطب علشان احدد الاكس بتاع النقطة دي بسوي كام فهنزل برضو بي شعاع عمودي على محور اكس هيقطع محور اكس في نقطة النقطة دي هي عبارة عن قيمة الاكس بتاعة النقطة اللي انا عايز احدد مكانها فده ببساطة تعريف البروجيكشن او تعريف الاسقاط المتعمد طيب طبعا زي ما احنا شايفين هنا كده اننا علشان اوصف مكان اي نقطة احنا اتفقنا انه هاخد محاور فده مثلا محور اهو وليكن ده محور اكس وده محور تاني وليكن مثلا محور واي فهنلاقي ان المحورين اللي هم اكس واي قسموا لي الاسبيس او قسموا لي الفراغ ده الى اربع اجزاء الجزء الاول اللي هنا ده بنسميه اللي هو الربع ده الربع ده كله كده نسميه الفيرست كوادرنت او الربع الاول الربع ده هنسميه الساكند كوادرنت وده الثيرد كوادرنت وده الفورث كوادرنت فمبدئيا كده عرفنا يعني ايه كلمة first ويعني ايه كلمة third ويعني ايه كلمة second ويعني ايه كلمة fourth طيب هنا احنا ممكن نقول على ده first quadrant اللي هو محصور في الانجل دي الانجل دي اللي هي هنسميها first angle فبالتالي ممكن نقول على الجزء ده او اي جسم موجود هنا انه هو موجود فيه first angle اللي انا رسمتها دي بنسميها angle نفس الحكاية لو انا رسمت angle هنا يبقى الجزء ده هو عبارة عن ايه عن second اي حاجة موجودة هنا موجودة فيه second angle وهكذا دي عبارة عن third angle اللي هي المنطقة دي ودي عبارة عن fourth angle فبالتالي لما اقول ان الجسم ده موجود فيه first angle معناها انه هو موجود فيه المنطقة دي لو موجود فيه third angle فهو معناها موجود فيه third quadrant طيب ليه بقى ما بتكلمش عن second quadrant وعلى fourth quadrant ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله من خلال الرسمة دي دي رسمة توضيحية ليه first angle projection احنا اتفقنا ان ده عبارة عن first angle او first quadrant وده second وده third طيب مبدئيا كده احنا عايزين نعرف لو جسم موجود فيه first angle هنرسمه ازاي او هتكون المساقط بتاعته عامل ازاي في كل الاحوال احنا هنبص على الجسم ده من اتجاه الفرونت اللي هو الاتجاه اللي جاي من الناحية دي يبقى سواء كان الجسم موجود فيه first quadrant او third quadrant احنا هنبص عليه الفرونت من الاتجاه ده والطب من الاتجاه اللي جاي من فوق لو جيت ابص على الجسم ده من اتجاه الفرونت فهرسم الجسم على المستوى ده يبقى هو ده مستوى الاسقاط اللي انا هرسم عليه فلو الجسم موجود فيه first angle هيبقى موجود بين اتجاه النظر اللي هو ده نقطة النظر ومستوى الاسقاط فبالتالي لما هاجي ارسم الجسم ده هنشوف مثلا كده لو انا هبص من الاتجاه ده هشوف الجسم ده هشوف الاول الدايرة اللي هي الخضرة دي الدايرة الصغيرة هتبقى ظاهرة عندي وبعدين وراها الدايرة الكبيرة فالمسقط الفرونت هيبقى عندي عبارة عن ايه عن الدايرتين دول طيب لو جيت ابص من الطب هيبقى شكل زي اللي احنا شايفينه ده شبه منحرف فبالتالي هتبقى دي مساقط ده المسقط الفرونت للجسم اللي قدامي وده المسقط اللي باين ايه باين من الطب طبعا علشان ارسم المسقطين دول في ورقة لازم الف مستوى فيهم بحيث انه يبقى الاتنين موجودين في نفس المستوى فهنا احنا اتفقنا ان احنا هنلف في الاتجاه ده يعني هلف المستوى الافقي بحيث انه هو كمان يبقى رأسي بالشكل اللي احنا شايفينه ده فبالتالي الاتنين هيبقوا في مكان واحد وهقدر ايه اشوفهم في وقت واحد وقدر ارسم على ورقة ادي المسقطين اللي قدامهم حلينا نخفي ده يبقى ادي المسقطين هنا ظاهرين ادي المسقط اللي فوق ده هو عبارة عن الفرونت والمسقط اللي تحت عبارة عن الطب نرجع للرسمة دي تاني علشان نشوف حاجة مهمة ليه في حاجة اسمها فرست انجل برويكشن وحاجة اسمها ثرد ومفيش حاجة اسمها سكند ولا فورث تعالوا نشوف كده احنا اتفقنا ان احنا علشان نرسم المساقط دي على ورقة واحدة هنتطر ان احنا نلف المستوى ده بحيث ان الاتنين يبقى ايه على بلين واحد بس اللي هو الرأسي ده طيب شوفوا بقى ايه اللي حصل لما جيت انا اعمل عملية التدوير دي اول حاجة احنا اتفقنا ان ده الفرست انجل صح وده الثرد انجل فلما انا باجي الاف في المستوى ده لو تلاحظوا معي ان الفرست انجل بيكبر والثرد انجل كمان بيكبر انما السكند كوادرنت او السكند انجل بيجرى لها ايه بتصغر والفورث انجل كمان بتصغر لما كمل عملية الدوران للاخر هتلاقي ان الفرست كوادرنت والثرد كوادرنت هم بس اللي بيبقوا ظهرين انما السكند كوادرنت والفورث كوادرنت بيجرى لهم ايه بيتلاشوا نتيجة لعملية التدوير او عملية الدوران دي فده السبب اللي بيخلي عندي حاجة اسمها فرست انجل وحاجة اسمها ثرد انجل وما فيش سكند انجل ولا فورث انجل فيبقى احنا كده فهمنا ان في الفيرست انجل برويجيكشن الجسم بيبقى موجود بين نقطة النظر وبين مستوى الاسخاط طيب تعالوا نتكلم على الثرد انجل برويجيكشن علشان نحس بيه الفرق بين الاثنين ادي الثرد انجل برويجيكشن مبدئيا كده الجسم موجود بنفس الوضع بتاعه بس بدلا ما هو موجود في الفيرست كوادرنت هيبقى موجود في الثرد كوادرنت طيب علشان ارسم برضو المساقط بتاعته هبص من نفس الاتجاهات يعني هبص من هنا لو انا عايز ارسم الفيرونت هبص من الاتجاه ده لو انا عايز ارسم الطوب هبص من ايه من اعلى فبالتالي لما هاجي ابص فيه اتجاه الفيرونت هشوف المنظر ده طبعا واضح ان انا هشوف الدايرة الخضرة اللي هي الدايرة الصغيرة والدايرة الكبيرة نرجع اللي دي تاني اهي لو بصيت من الاتجاه ده هتشوف الدايرة الصغيرة وهتشوف وراها ايه الدايرة الكبيرة بس ناخد بالنا هنا بقى من الفر ان انا لما جيت ارسم الدايرة الصغيرة والدايرة الكبيرة ما رسمتهمش على مستوى ورا الجسم لا انا رسمتهم على مستوى قدام الجسم فبالتالي هنا مستوى الاسقاط هو اللي موجود بين نقطة النظر وبين الجسم على عكس الفيرست انجل بروجيكشن نرجع له تاني كده بسرعة ان هنا الجسم هو اللي في النص بين نقطة النظر وبين مستوى الاسقاط نعم في الثيرد انجل بروجيكشن مستوى الاسقاط هو اللي في النص بين ايه بين نقطة النظر وبين الجسم طيب دي هتفرق في ايه تعالوا نركز اكتر كده ونشوف ان شاء الله هتفرق معنا في ايه يبقى مبدئيا لو انا جيت ابص فيه اتجاه الفرونت انا شفت الدايرتين دول طيب لو حبيت ابص من فوق هشوف برضو نفس الحكاية شبه المنحرف اللي هو بالشكل المرسوم قدامنا ده طيب لو انا برضو نفس الحكاية انا عايز ارسم فيه مستوى واحد فبالتالي همسك المستوى ده كده وهعمل له عملية تدوير زي ما اتفقنا اهو بحيث انه هو يكون رأسي بالشكل ده وبالتالي هلاقي لو جيت ارسم هلاقي الرسمة جاية بالشكل ده ان الدايرتين مرسومين تحت اللي هم بيعبروا عن الفرونت والطب هو شبه المنحرف اللي هو مرسوم قدامنا بالشكل ده يبقى لو حبينا نشوف الرسمتين تاني اللي هي مرسومة بيه هنلاقي هنا في الافرست انجل بروجيكشن ان ده هو عبارة عن الفرونت اللي باين عندي عبارة عن ضيرتين والطوب عبارة عن شبه المنحرف بالشكل ده فده طبعا واضح إن أنا لو بصيت في الاتجاه ده على الضوب هتشوف الدايرة الصغيرة الأول فبالتالي, الدايرة الصغيرة هتبانوا هاتترسم هنا في الثرد أنجل برويكشن هتلاحظ إن أنا المفروض لو أنا بصيت من الاتجاه ده مثلا على الشبه المنحرف لو أنا بصيت هنا, هلاقي الدايرة كبيرة هي اللي هتظهر والدايرة الصغيرة مش هتظهر فلو انا شغال بنفس نظام الفيرست أنجل بروجيكشن يبقى المفروض ان الدايرة الصغيرة تترسم في المسقط اللي تحت ده عبارة عن هيدن لاين ما تبقاش كونتيني واس كده بالشكل اللي احنا شايفينه انما لان انا برسمها بطريقة الثيرد أنجل بروجيكشن فبالتالي الدايرة دي هتبان هتبان بقى ازاي ان انا لما باجي ارسم المسقط اللي تحت انا ببص على الجسم ده لما هبص من تحت من هنا في الفيرست أنجل انا هرسم المسقط فوق انما في الثيرد أنجل هبص من الاتجاه ده واللي هشوف من الاتجاه ده انا هرسمه فين هرسمه تحت يبقى الرسم بيكون عكس اتجاه النظر يبقى الفرق بين الفيرست أنجل بروجيكشن والثيرد أنجل بروجيكشن ان الفيرست أنجل بروجيكشن انا لو هبص على المسقط ده من الاتجاه ده من تحت هشوف الدايرة الصغيرة فبالتالي هرسم فوق الدايرة ايه الصغيرة يبقى انا ببص من اتجاه وبارسم في الاتجاه التاني انما في third angle projection انا لو هبص على المسقط اللي فوق ده لو هبص عليه كده من تحت الفوق هشوف الدايرة الصغيرة فبالتالي لما هاجه هرسم هرسمها ايه هرسمها في نفس الاتجاه اللي انا بصيت منه فبالتالي هرسم الدايرة في الاتجاه ده ومش هرسمها الفوق اتمنى كده موضوع الفيرست انجل والthird angle projection يكون واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته